أهلا بكم من جديد نشر محمد عثمان المحامي بالنقد والمستقيل من منصب المستشار القانوني للنادي الأهلي مقطعا مصورا هاجم فيه رئيس نادي الزمالك فقال عثمان إن اتهمات رئيس الزمالك له باطلة ولا يملك شجاعة الرد عليها وأن ما دفعه للجوء إلى تلك الطريقة تطاوله على الجميع دون رقيب أو حسيب ومن هنا كان لابد الرد عليه أو لابد من الرد عليه بطريقته وهذه الطريقة أثرت ربما حفيظت البعض مؤكدين أن ذلك ربما يثير فتنة لا يتوافق مع طريقة وأدبيات الحوار والبعض الآخر يرى أن تخاذل الدولة وحماية مرتضى منصور في كل ما فعله في السابق هو الذي أدى بنا أو أوصلنا إلى هذه النقطة سنترح هذا الجدل على ضيفنا الذي انضم إلينا من سنبول الأستاذ محمد عادل السليمان المحامي والناشط الحقوق أهلا بك أثنين من المحامين ليهم خلفية قانونية ورغم ذلك الحوار انجرف يعني إلى مناطق لا تليق تعليق حضرتك أهلا وسهلا بك يا ثامر وكل مشاهدين بصراحة يعني الواحد كان طول الوقت متعود على البزاءات التي أتلفز بها مرتضى منصور من خلال صفحته الشخصية على الفيسبوك أو مواقع التواصل الاجتماعي من خلال معاوني أو حتى لما كان له برنامج مخصص على أحد الفضائيات ودي طريقته وراجل يعني بيتمتع بكم من البزاءة منقطع نظير لكن الغريب النهاردة انحضار نقيب القاهرة الأسبق الأستاذ محمد عثمان وهو قام قانونيا بشكل حقيقي لهذا المستوى من الحوار وده أعتقد بيسبب ليه بشكل شخصي واللي العديد من الناس صدمة يعني ليه 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 لمحمد عثمان يعني نقيب القاهرة الأسبق استقلته كانت كمان من نجل سدارتنا لأهلي أو عدم ترشحه مرة تانية في انتخابات نقابات لها مواقف مهنية يعني عظيمة يعني والغريب أنه محمد عثمان نفسه هو الذي توسط ما بين طارق العواضي ومرتدى منصور للصلح في دعوة كانت طارق العواضي خد فيها حكم نهائي بحبس مرتدى منصور ويمكن ده زي ما انت أشارت في مقدمة كتامر نتيجة طبيعية لتراجع دور الدولة والنيابة العامة عن دورها الحقيق في مواجهة الجرائم التي ترتكب من أشخاص يعلمون أن ما يقومون به جريمة وبيداروا وراء حصانتهم اللي مجلس الشعب مرة واثنين وثلاثة واربعة يرفض رفع الحصانة عن مرتدى منصور لمسائلته والتفات النيابة العامة للنقيد تماما لحنين وميصارة والبنات والغلابة والشباب الغلابة اللي على تويتر ولا اللي على تيك توك ولا اللي على خلافه بدعوة حماية قيم الأسرة المصرية وكأن هذه البنت الزغيرة القاصر الغير مسؤولة جنائيا هتهد قيم الأسرة المصرية ولكن ما يفعله مرتدى منصور ليل ونهار من سب وقصف يعني مرتدى منصور قذف العديد في أعراضهم بشكل واضح واتهمهم بأنهم أولاد كذا وكذا ويقول فلان أنت عينك ملونة شباعين يشوف أمك كده أسألها أنت ابن مين يعني عنده جرائم سب وقصف واضحة ومع ذلك نيابا العامة بتلتفت عنه بتقبض على الشباب الزغيرة يمكن ده التفسير الوحيد لانزلاق محمد عثمان لهذا يعني أنا في تقديري سقطة يعني ولكن أسف على الإطالة بس خلينا وضح يا تامر يعني يمكن اللي تناوله محمد عثمان كمان حوالين وقعة تاريخية وذكر فيها أسماء ناس بما لا يدع مجالا للشك يعني بيقول اسألوا فلان وفلان وفلان وفيها أربعة غيري طبعا ده أمر منهي عنه يعني أمر مش مقبول بالمرة ولكن في تقديري ده التفسير الوحيد لسلوك ملتظى منصور المنحرف وطول الوقت سبوا للناس حوالين سلوكهم الجنسي حاجة كده يعني زال على رأسه بطحة بيحسس حديث بس ده بس ده يعني بس ده يبرر ده يعني في نهاية إذا حد انزلت لهذا الأمر وتطاول هل طريقة الرد انك تطالب الدولة أو انك تسلك المسارات القانونية ولا انك تيجي في لحظة تقول لا بأنا هاواجهه بالطريقة اللي هو بيواجه بها الناس طبعا اللي عمله محمد عثمان وخصوصا وخصوصا معلومة محمد عثمان وخصوصا نحن نتكلم عن رجل القانون محمد عثمان زي ما حكي قلت النقيب محمدين واستاذ قانون نقيب القاهرة طبعا طبعا بالتالي هو أولى الناس بأنه ياخد حقه بالقانون في رأيي انه لما محمد عثمان يلجأ لده وهو تصرف طبعا ندينه ولا نقبله لكن بيوضح انهيار المنظومة القانونية في مصر وبيوضح انه رجل القانون بيعارف انه المسارات القانونية لن تحقق العدالة والأهم من كده لن تحقق الردع لا يرضع مرتضى منصور أحد ففكر بمنطق خناءات الشوارع حرفيا لا اعتقد ان محمد عثمان في تسجيله اليوم سجله باعتباره رجل قانون ولا مستشار سابق ولا نقيب سابق لا لا خالص اللي بياكل دلوقتي وبيكسر هو الكلامنا انا هطلع قوله واقول ادلة ندين ذلك ولكن للأسف هو ده وضع العدالة في مصر طيب هل ممكن السيد محمد وانحنا بنفكر ونفسر يعني تقليلها بيحصل هل انا بما اني شايف تراخي من الدولة او يعني عدم واجهة بالحزم اللازم بصدر للدولة مشكلة بقول لها ان يا دولة لو ما خدتيش بالك ولو ما واجهتيش هذا الشخص بالطرق القانونية الامور هتنجرف لمصار يعني ربما لا يحمد عقباء او لا تحمد عقباء اتمنى حد ياخد باله من اللي انت بتقولها تامر في الدولة اتمنى انه حد ياخد باله انه هو ده ده اللي رايحن له يعني كنا بنقول ان احنا طول الوقت خايفين انه الناس في الشارع تفقد الثقة في مؤسسة العدالة لكن احنا النهاردة بنتكلم على رجل قانون بقيب سابق لمحامين القاهرة مستشار سابق للنادي الاهلي شخص مش محتاج شهرة مش محتاج اي حاجة خالص مش محتاج نفوذ او سلطة ادبية ومعنوية فسط زملاءه من المحامين وزملاءه من القضاء ورجال القانون في مصر الى انه اضطر يلجأ لسلاح التشهير عشان ياخد حقه او على الاقل عشان يعمل رضع لبني ادم لا يرضعه احد يعني مرتضى منصور نموذج لو احنا بنتكلم على انه البرلمان بيفتأت على الدستور الرئيس بيفتأت على الدستور والقانون وبيقول فلان مش عايزين دراسات جدوى وفلان القانون بيقيد العدالة ولا لا نازل عدل القوانين دي فمرتضى منصور هو نموذج على تجاوز الدولة لفكرة القانون نفسها درجة النائب في البرلمان لصورة شهيدة السيسي صالح هو هو شبير مع بعض عشان يبطلوا ويجتموا بعض يعني مفروض انه قريب من الرئيس قريب من مؤسسة الرئاسة عمل في الانتخابات الاخيرة قبل الحصول على موسى مصطفى موسى انه هو يقدر يعمل زخم او يعمل شوية شوشرة راجل قريب من كل صناع القرار في مصر وعضو في البرلمان والبرلمان ما بيسألوش وما بيسألوش وما حاجب يعمل حاجة طب احنا نعمل ايه هنطلع نجتم ده مش موافقين عليه لكن احنا الوقت بنتقر بواقع يا تامن انا مش موافق على عمل محمد عثمان لكن ده الواقع الواقع انه احنا نعمل ايه يعني النيابة العامة عملة تجري ورا البنات والشباب على التيك توك وسايبة حد فعلا مش بيفسد اصر القيم من الاسرة المصرية لا بيعمل جريمة تسبق قصف يعني هما بيروحوا الوضع على البنات والشباب وهي فكرة انه بيانات النيابة العامة اللي بيطلق بتيك توك او سامن مصري او كل الوقاعة اللي فاتت بيبكون فيها في نهايتها دروس لفكرة القيم والحفاظ على القيم واخلاقيات المجتمع وغيره وفي النهاية دول الناس بيطلقوا على مواقع التواصل الاجتماعي مش على قناة حاليا هي بتدار يعني قبل كده حتى كان مؤجر قناة دلوقتي هي بتدار بشركة مملوكة للدولة المصرية فبالتالي كل ما يذكر فيها هو منسوب او مسؤول عنه الدولة بشكل مباشر يعني حتى لو مليش علاقة بمسؤولية الدولة فيه مساق شرف اعلامي بقى وفيه قانون يعني لما نجي على الشباب والاطفال اللي تحت عشرين سنة على التيك توك اطفال في حكم القانون واقول لهم انتوا اخليتوا بقيم الاسرة المصرية وعملتوا حاجات عيب لان احنا عندنا القانون اسمه قانون حماية القيم من العيب لحد يعرف ايه هي القيم القيم دي امر غير معرف امر مبهم وبعدين بنحمي من ايه من العيب اللي هو ايه العيب امر مبهم طب مرتضى منصور بيعمل سبق قصف لا معه حصان هو ده الوضع يا تامير في مصر القريب من صناع القرار ومن السلطة ومن الرئيس ومن النظام السياسي معه حصانة اللي بيقول اي كلمة عادية بيبقى والله اخلي القيم بالعيب بسماء ولا نجلاء ولا شباب ايا كان اسمقهم يعني ولا ميرنا ولا عملوا ايه يعني شوية شباب عندهم شوية شهرة عندهم شوية حاجات بيطلعوا يعملوا فيديوهات فيش ايه قصة يعني في الموضوع وبنرجع نتهمهم انه هم اثروا على قيم الاسرة المصرية اللي هي مش معروفة في حين انه ده بيعمل جرائم سب وقصف للجميع انا بقى السؤالة للوقت لنيابة العمى محمد لان ده اشير لي حتى لا قبل الحصانة اه تفضل قبل الحصانة يا تامر النيابة العمى النيابة العمى فين ليه النيابة العمى بتجر ورا العيال معلش طبعا النيابة العمى طلب ترافق الحصانة عمر طلب منصور مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وعشرة انا فاكر اخر حقا اتحاجة وثلاثين مرة في خمس سنين ولا في ماربعة سنين طب ما ينيابة هي عمت عليها وراحت للبرلمان اللي هو الجهة التشعيلة قلت له ارفع الحصانة بحكم القانون عشان كده انا باخدك بقى الموضوع الحصانة هل الحصانة معظولة يطلعوا بيان واحد يطلعوا بيان واحد ضد مرتضى منصور والبرلمان زي اللي طلعوهم الاربع بيانات ويقولوا فيه على الاسرة المصرية ان تراعي ابنائها ولو الاسرة ما خلتش بالها من عيالة احنا هنخلي بيانها وعملين نفسهم ابو ام كل اسرة النيابة العامة ده مش دورها تطلع بيان في موجة البرلمان فقط وزير العادل يقدم استجواب في البرلمان يعني اي حد رئيس المجلس الاعلى القضاء يبعث رسالة للبرلمان لا احنا بنبعث عادي محضر بيتقدم فنبعث للبرلمان فالبرلمان يرفض لكن عضلاتنا بتطلع ونبقى جمدين قوي على عائل الزغارة موضوع الحصانة ده وعلى أبهاتهم وعلى أمهاتهم عشان بس الوقت ما يخلص قبل ما نتحكلم عنه لا انه مش بس الموضوع مرتبط بمرتدى منصور هل الموضوع متعلق بان انا واخد حصانة علشان يعني اعيذ في الارض فسادا كده وعمل اللي انا عايزه واضرب الناس بالنار زي ما بعض النواب عملوا واسرق فلوس دولة زي ما النواب تانين عملوا وعمل زي مرتدى يعمل ولا هي اداة للحفاظ على النائب عشان يقدر يقوم بدوره مش عشان يفترع الناس ولا عشان يخالف القانون ده اللي حاصل دلوقتي في مصر الواقع في مصر الواقع وليس مصر الدستور الحصانة حصانة القريب من السلطة التنفيذية عندنا نواب اتحكموا منهم ربنا يرد غبته مصطفى النجار علشان قال رأيه تحت قبة البرلمان بشكل واضح وعندنا نواب بيتم استخدام الحصانة لحمايتهم زي مرتدى منصور عندنا نواب تم اسقاط العضوية عنهم زي محمد انور السادات علشان عمل عمل برلماني وطلع مشروع قانون للإعلام وعندنا نواب موجودين على رغم من البزاقات بتاعتهم الحصانة الواقعية في مصر هي حصانة القرب والبعد من السلطة التنفيذية في مصر ازاي البرلمان والقضاء يبقوا غرفتين جوه السلطة التنفيذية لا يوجد حاجة اسمها استقلال قضاء الاستقلال فين؟ والشطارة فين؟ على عال الزغير البرلمان لما عمل تحقيقات صوامع الأمح في بداية دورته البرلمانية وعمل شغل كسر بيت دونيا حبسوا ثلاث عال الزغيرة واصحاب الصوامع عملوا تصالح وبعدين الجيش سيطر على الصوامع في الآخر الحصانة انت مسافتك ايه؟ من النظام السياسي مش موقعك ايه داخل السلطة الدستورية الدستور في مصر في صفحة الزبال تمام شكرا جزيلا السيد محمد عادل سليمان المحامي والناشط الحقوقي طبعا يعني زي ما قلنا هي اي حاجة قالت مش للتفسير او مش للتبرير لكن بنحاول نفسر ليه وصلنا لهذا المنزلق الآن